قصتي نوعاً ما غريبة، غير مألوفة، لكن أعتقد أنها تستحق المشاركة أنا بدأت بهواية في علم الأرصاد الجوية والمناخ منذ سن جداً مبكرة، كان تقريباً عمري في ذلك الوقت ثلاثة أو أربع سنوات وبدأت في ذلك الوقت حب هذا الشيء وكان هذا الأمر يشكل هاجس لمن هو حولي وأهلي في كيفية التعامل مع هذا الموضوع الغريب بالعادة الأشخاص والناس تحب تلعب كرة قدم، تحب تمارس الرياضة عندها كثير هوايات، أنا كانت هوايتي جداً مختلفة حتى وصلنا لمرحلة استسلمت بها والدتي وأرسلتني إلى مركز الأرصاد الحكومي لكي أأخذ أكثر إجابات على العديد من الأسئلة الفضولية التي كنت أسألها بشكل مستمر طبعاً ذهابي إلى هذا المركز كان يشكل بالنسبة لي كأني ذاهب إلى مدينة ألعاب لما كان عمري خمسة سنين فكنت أتعلم ولا أمل أبداً من أي أسئلة إلا أنه في عام 2006، تقريباً كان عمري خمسة عشر عام في ذلك الوقت حدثت حادثة شكلت لي أمراً فارقاً وصادماً في حياتي توفي في بلدي في الأردن عدة أشخاص نتيجة السيول أثرت على منطقة في جنوب الأردن عند حدوث هذه السيول كانت هذا الأمر بالنسبة لي أمراً صادم لأني في ذلك الوقت استوعبت بأن الهواية وتبادل المعلومات وهذه الأمور التي أتداولها بشكل يومي هي قادرة على حماية الناس على حماية البشر فقررت حينها أن أمضي قدماً في هذا الموضوع واعتقدت أن المشكلة الموجودة هي أن طريقة إيصال المعلومة الجوية يجب أن تكون أفضل فأنا في عمر خمسة عشر عام أسست موقع يسمى تقس العرب هذا الموقع الإلكتروني بدأ بإمكانيات جداً بسيطة وأصبح بعد فترة من أكثر المواقع الزيارة واليوم موقع تقس العرب هو يستقبل عشرات الملايين من الزوار ولكن استوعبت أيضاً لاحقاً بأن المشكلة هي أكبر من ذلك بكثير هي ليست فقط مشكلة إيصال المعلومة إنما المشكلة تكمن في دقة وجودة البيانات الجوية لذلك دائماً أقول لكل الحالمين والطامحين ومن يسع دائماً لبدء المشاريع أن الطريق ستظهر عندما تقرر بدء الرحلة وأنا قد بدأت رحلتي مبكراً عملي في القطاع المناخي يزداد صعوبة يوماً بعد يوم في ظل هذه التغيرات المناخية التي نشهدها ولكن اليوم أود أن أسألكم سؤالاً لو سألتكم وقلت لكم ماذا يخطر ببالكم عندما نقول تغير مناخي ما أول أمر يخطر في بالكم يعني لو أغمضتم عينكم وفكرتم التغير مناخي ماذا سيظهر لكم؟ ارتفاع درجات حرارة الأغلب قد يكون ويقول دوبان الأقطاب أو ارتفاع منسوب المياه في المدن الساحلية لكن ربما لم يخطر في بالي كثير منكم وربما أقول مثلاً كلمة المدن المدن نعم المدن المدن هي التي تتسبب بهذه التغيرات المناخية فهي تحتوي على سلوكيات تعد على الطبيعة فالمدن هي تلك التي تتوسع على حساب المجاري الطبيعية تتوسع على حساب الغطاء النباتي تتوسع على حساب كثير من الأمور الفطرية التلوث يحدث في المدن الانبعثات تحدث في المدن والكثير والكثير من السلوكيات التي تتعدى على الطبيعة ولكن هي المدن ذاتها التي تتعرض إلى تبعات التغير المناخي فالمدن باتت اليوم تتعرض للسيول والفيضانات وموجات الحر وموجات البرد والناس لا يتعاملوا مع هذه الأحداث الجديدة بكفاءة فللأسف نخسر الأشخاص والممتلكات بسبب هذه التصرفات وهذه الأحداث التي تحدث لاحقاً ما الحل؟ في ظل أن التغيرات المناخية باتت اليوم واقعاً ملموساً وليست أمراً مستقبلياً فإن الحل يكمن في أمر ومصطلح جديد ربما لم تسمعوه من قبل يدعى التأقلم المناخي ماذا يعني التأقلم المناخي؟ التأقلم المناخي هو قدرة المؤسسات والأفراد والشركات والهيئات والمدن على التعامل مع حالات التقس القاسية الناتجة عن التغيرات المناخية عبر أنظمة إنذار مبكر تمكنها من اتخاذ القرار مبكراً من التخطيط المبكر لكي نستطيع أن نحافظ على الأرواح والممتلكات ولتقريب الصورة لكم أكثر لو حدث زلزال في اليابان بقوة معينة هل الشدة التدميرية لهذا الزلزال تكون مشابهة للشدة التدميرية لزلزال حدث في منطقة أخرى وبذات القوة؟ في اليابان أقل الشدة التدميرية للزلازل القوية لماذا؟ لأن اليابان متأقلمة زلزالياً نحن في تقس العرب رسالتنا أن نجعل من العالم مكاناً آمناً عبر التأقلم المناخي كيف سنحقق التأقلم المناخي إذن؟ التأقلم المناخي يحدث من خلال وضع أنظمة إنذار مبكر والتي تحتاج إلى أمر هام من جداً وهو ما يسمى بالتنبؤ الجوي الدقيق فبلدون تنبؤ جوي دقيق لا يوجد أنظمة إنذار مبكر تعمل بكفاءة ولكن لدينا مشكلة حقيقية في التنبؤ الجوي الدقيق دعوني أقول لكم اليوم كيف أصلاً يتم التنبؤ الجوي؟ التنبؤ الجوي يحدث من خلال أخذ صورة للكرة الأرضية في أوقات موحدة في اليوم في بروتوكول عالمي هذه الصورة هي بارة عن مقييس ومجسات وأمور أخرى كرادارات وأيضاً درونز وغيرها من المقييس التي تقوم بجمع وقياس عناصر الغلاف الجوي ووضعها في صورة نسميها الصورة الأولية هذه الصورة نأخذها لاحقاً ونضعها في حواسيب فائقة القدرة التي تقوم بعمل محاكاة لهذه الصورة وتنتج في المستقبل صورة مستقبلية أو تنتج صورة مستقبلية هذه الصورة المستقبلية هي التنبؤات الجوية ولكن سؤالي ماذا لو كانت هذه الصورة الأولية بها ثغرات ستكون الصورة المستقبلية أيضاً بها ثغرات ماذا لو كانت هناك بعض الأخطاء تكون الصورة المستقبلية بها أخطاء هنا دخلنا وقررنا أن نفتكر أمراً معين قد يغير هذه الصورة ترونها هي صور النقاط الحمراء هي التي تشير إلى أماكن حدوث الرصد الجوي ولكن السواد الأعظم من الكرة الأرضية لا تنلتقت بها معلومات جوية وهنا يجب أن نحسن الصورة الأولية ابتكرنا طريقة في الذكاء الاصطناعي نقوم بتحويل كل منشورات وسائل التواصل سواء كانت الفيديو، الصور أو النصوص إلى بيانات جوية يمكن الاستفادة منها فمثلاً عندما يقوم شخص بالتقاط الصورة لكوب قهوة في الصباح وهو ذاهب إلى الدوام وكانت السماء ظاهرة في هذه الصورة نستطيع إذا نشارك هذه الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي أن نحول هذه الصورة إلى بيانات جوية وشيئاً فشيئاً طورنا هذه التقنية وأصبحت مثلاً أن أخذ شخص صورة للغبار تستطيع التقاط أن هناك غبار أو كان هناك غيوم أو كان هناك أمطار وأصبحنا بعد ذلك وطورنا منصة تسمى أنت الراصد على تقس العرب أصبح الناس يشاركون هذه الصور هناك ونحن بطبيعة الحال نأخذ هذه الصور نعالجها بالذكاء الاصطناعي وندعم ونثري الصورة الأولية من كرة الأرضية عندما فعلنا هذا الأمر قطعنا شوطاً كبيراً الحقيقة في البشرية في إثراء الصورة الأولية وما زلنا على هذه الشاكلة الأمر الذي أود أن أقوله لكم بأن هذه واحدة من عشرات المبادرات التي يمكن أن نفعلها في الذكاء الاصطناعي لحماية الأرض بعد ذلك قمنا بتطوير أنظمة إنذار مبكرة لكل قطاع للزراعة للحفاظ على الأمن الغذائي للحكومات للحفاظ على السلامة للنقل للحفاظ على سلامة المرور للصناعة للحفاظ على ديمومة سلاسل التوريد فأصبح هذا هو هدفنا وطبقنا هذا الأمر في الوطن العربي ونسعى لتطبيقه في كل دول العالم ما أود ذكره لكم بأن محاربة التغير الملاخي وإيجاد طرق للحفاظ على الأرض والبيئة هو أمر جداً مهم وهو ليس مسألة جانبية فهو يؤثر على استناعتنا وأمننا وغذائنا فهو مسألة وجودية وقبل أن أختم أود أن أقول بأن تراثنا وديننا الحنيف حثنا كثيراً على الحفاظ على البيئة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن يستطع أن لا تقم حتى يغرسها فليغرسها أو كما قال بمعنى آخر أن لو تقوم الساعة وبيد أحدكم شتلة فيجب علينا أن نغرسها إلى ذلك الحد يجب أن نحث أنفسنا على حفاظ البيئة والحفاظ على أرضنا وبنفس الوقت إلى الحفاظ على مناخ الكرة الأرضية أتمنى أن كان حديثي لكم منهماً بعض الشيء مفيداً ومحفزاً وأود أن أقول بأننا اليوم نسعى إلى الحفاظ على حياة البشرية بسبب أثر الفراشة إذ بدأت فكرة صغيرة قبل خمسة عشر عاماً تطورت وأصبحت اليوم في حماية الكرة الأرضية ونحن على هذه المهمة مستلهمين بأننا لن نتوقف ونقول دائماً لا أبرح حتى أبلغ شكراً لكم